مضى الأسبوع الأول من شعبان إن لم تتغير في هذا الأسبوع وتبدأ بالاستعداد بقراءة القرآن والصيام والإقبال على الله والتوبة من المعاصي فأنا من الآن أقول لك يصعب جداً أن تثبت في رمضان إن لم تبدأ من الآن بالختمة الأولى فيصعب أن تثبت في رمضان على ختمتك إن لم تجهز الصدقات من الآن إن الحسنات يذهبن السيئات تجهز صدقة من الآن لرمضان وتبدأ من الآن بالصدقة والصدقة تدفئ غضب الرب فأنت تحتاج أن تطفي أغضب الرب ليوفقك للطاعات أيوفيقك الله للطاعات ولربما قد غضب عليك بسبب المعاصي لا وربيك أحبا هذا نور والنور لا يهدى لعاصي عليك بالتخلية تخلية القلب قبل التحلية فض قلبك من المعاصي ليفوت على الطاعات ما بيجتمع مع بعض أحدهما سيغلب الآخر مرأ أسبوع كباقي العمر مرأ كل العمر قدامنا بس نحن الآن من هالشهر ونحن نطرين إلى هالموسم وبلشنا نعنشب من هلأ بأجنشد رمضان وقرب رمضان وإحنا سوا ومش عارف إيش شو بيعني لنا رمضان طاعات شو بلشنا نجهز فعليا بعدك لهلأ مع عبد صليم بقيت الصلوات عبروح عليك صلوة اثناء وثلاثة كيف لك تستقبل رمضان بعدك لهلأ عبد ضي الصلوات وتقف أمام الله سبحانه وتعالى بدون صلاة في يوم أو يومين أو ثلاثة وتنتظر رمضان إن رمضان ليس وصفة سحرية يأتي عليك فيغيرك ويقلبك رأسا على عاقب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن لم تبدأ بتغيير نفسك من الآن بالالتزام بالصلاة وهي أس الأمر وأساسه ولم تبدأ بالالتزام بالنوافل وتدريب نفسك عليها وبقراءة القرآن من الآن فأنا أقول لك لن يغيرك رمضان غير ما بنفسك حتى يغيرك الله جهز دفتك حتى يستخدمك الله أقبل على الله من الآن يقبل الله عليك خاصة في شهر الرحمة والمغفرة هذه كلمات أذكر يا نفسي أولا ثم أذكر بي يا إخواني